يحرص الكويتيون على توثيق تراثهم والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة وقد اتجه البعض إلى التوثيق من خلال عمل متاحف خاصة ضمن منازلهم يجمعون به كل ما يتعلق بالتراث القديم من هذا المكان يفوح عبق الماضي فالمقتنيات الموجودة به تعود إلى أربعينيات القرن الماضي حيث حوله صاحبه إلى متحف مصغر لكنه كبير بتاريخه ومقتنياته فكل زاوية من هذا المكان تعكس صورة من الماضي وتعود بالذاكرة إلى زمن الطيبين الذين غادروا وبقيت ذكرياتهم الحاج عبد الرضى الصفار سمح لنا بالدخول إلى متحفه الخاص واكتشاف ما به من قطع قديمة وأثرية حيث جزع متحفه الخاص إلى أركان يمثل كل ركن منه حقبة زمنية أو مجتمع صاحب المتحف بدأ في السبعينيات بجمع القطع القديمة حتى كثر عددها ثم حول جزءا من منزله إلى متحف وأصبح عضوا في فريق إكسبو 9.5 أول ما بدأنا لأن أبي كان يسافر هند وإيران وباكسان الزجاجيات الموجودة الزرقة في مقدمة المتحف طبعاً هذه الشغلات خطرة بسرعة تنكسروا أو حتى حادة بعد كنا نجمعهم في أماكن متشفة في البيت يعني بدون أي ترتيب تعرف الأول ما في مغزة وإحنا كنا صغار أما سوين هالمتحف كنا رأيتهم ترتيب يعني منظم حتى الصورة تطلع جميلة في العرض دزت الواردة عيام 43 اللي هو في وساعة حديد وعلبة مجوهرات وموجودة داخل طبعاً الوادة الله يرحمها قبل حوالي 6-7 سنة أبو محمد ترى الشغلات تنكسر أنت تحفظ أحسن من هذا أول شيء ما بدأت فيه طبعاً فيه قبله فيه شغلات الزجاجيات هذا خلاني أن أفتح المتحف هذا طبعاً من أجزاء المتحف البقالة أو الدكان بالنظام الغديم عشرون كنا سميتها باسم الخال حج محمد الله رحمه منه طلعت فيه البقالة الموجودة اللي راح تشوفونا بقعة شوي من تناتيشها ما شاء الله البقالة من ذا السوفي ماركت كلمات تحط فيه يابي فيه أشارات نواقص حتى وصلنا لهذا الحد من هذه البقالة إن شاء الله طبعاً أنا سويت الهبان والطنبوري طبعاً الهنبان موجود هنا فوق راسيا الطنبوري بخليه مكان ثاني الطنبوري اللي يهز نفسه في كعب مات الخرفان مع قراقيش خرخش يطلع فيه هزت الجسم والعصايا عشان ميزانه هذا بدأت أنا فيه صناحة يعني سويت أنا حتى بعد سويت الحمالي عندي قوري واحد راح تشوفونا إنجليزي من 1930 أو 1940 حافظ علي هذا إختي عطيت تقالبها هم بعد حط عندك قبل لا ينكسر الوحيد موجود جوكت بالكويت إذا عند الأهل ما أدري إن عندهم عندي واحد مننا موجود إن شاء الله والله 8 أبلي من الكويت أشتريه لازم من الكويت يا حراي يا شارات عند ربع شارات كذي أو مزادات أكمل شنو ناغص اللي أبي أشتريه خلاص اكتفيت أوقف لقناة ATV العدالة خالد الفارس